يد تطلق النار واخرى تعرض السلام استراتيجية واشنطن في اليمن في الخامس من فبراير الفين واربعة وعشرين نفذت واشنطن ولندن غارات ليلية على مواقع للحوثيين في محافظة صعدة معقل ميليشيا الحوثي بعد ساعات من غارات سابقة على منطقة الكثيب بمدينة الحديدة بتزامن مع استهداف زورقين مفخخين بحسب بيان القيادة المركزية الأمريكية بالمقابل أعلن الحوثيون استهداف السفينة أمريكية واخرى بريطانية في البحر الأحمر متوعدين بالمزيد من الهجمات وكانت هيئة التجارة البحرية البريطانية قد أبلغت عن تلقيها تقريرا عن حادث هجوم طال سفينة شحن على بعد خمسين ميلا بحريا جنوبي عدن انطلقت الحملة العسكرية الأمريكية البريطانية في الثاني عشر من يناير الفين واربعة وعشرين ردا على هجمات الحوثيين على السفن التي بدأت في التاسع من نوفمبر الفين وثلاثة وعشرين ومع ذلك تواجه الإدارة الأمريكية اعتراضا من الجمهوريين على عدم استهداف إيران مباشرة ولذلك بعث الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالة الكونغرس أوضح فيها أن الضربات ضد الحوثيين تهدف لإضعاف قدرتهم على شن هجمات مستقبلية مقرا في الوقت نفسه أن تهديدهم لحركة المرور في البحر الأحمر لا يزال مستمرا حرص إدارة بايدن على ضبط مسار العمليات العسكرية في إطار السياسة الردع وتجنب الحرب الشاملة ضد الحوثيين يشير إلى أن الاستراتيجية الأمريكية في اليمن لها مسارات عدة تجمع بين القوة والدبلوماسية وهو ما أكده مبعوث واشنطن الذي قال إن بلاده تتبع استراتيجية متعددة الجوانب ليعادة السيطرة على الأمن في البحر الأحمر الاستراتيجية الأمريكية وفق حديث ليندر كينج لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تتضمن ضربات جوية لإضعاف قدرة الحوثيين على استهداف السفن بالإضافة إلى إحباط وصول الأسلحة الإيرانية إليهم بالتوازي مع تكثيف الجهود الدبلوماسية للضغط على ميليشيا الحوثي للعودة إلى مسار السلام ما يمكن تأكيده أن واشنطن تجمع بين القوة والدبلوماسية لحماية الأمن المائي ولذا التقى وزير الخارجية الأمريكي بلينكين بولي العهد السعودي بالتوازي مع لقاء وزير الدفاع الأمريكي أوستن بنظيره السعودي خالد بن سلمان ليبقى سؤال مدى نجاح البيت الأبيض بضبط مسار التوازن بين القوة والسلام في اليمن متروكا للأيام القادمة